طبعا كلنا عارفين الخلافات اللي حصلت ما بين حسن شاكوش مطرب المهرجانات ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر لكن حاليا دلوقتي حصل تصالح ما بين الطرفين وحسن شاكوش قدر ان هو يحصل على كرنيئ النقابة بعد اعتذاره دي نقيب الموسيقيين هاني شاكر ولكن اللي حصل والمفجأة الغريبة اللي ادهشت الكل ان هاني شاكر بيقدم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين على الهوى في مدخلة هاتفية مع الاعلامي عمر اديب وقال ان اللي حصل داخل النقابة ده ما كانش صح ان هو يحصل سواء في وجودي او عدم وجودي وانا بستغل المدخلة الهاتفية مع عمر اديب وبعلن استقالتي من نقيب الموسيقيين بشكل نهائي والقرار ده ما فيش فيه رجوع وهو ده الكلام اللي قاله نقيب الموسيقيين هاني شاكر بالنص بعد هذه الرحلة التي قضيتها في نقابة المهن الموسيقية وجلوسي على هذا الكرسي المحترم الذي اتشرف به كل فنان اقدم استقالتي على الهوى وهذا قرار نهائي وكمان علق هاني شاكر على الواقع اللي حصلت في المؤتمر اثناء اعتذار حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية الفنان حسن شاكوش جاء باعتذار للنقابة والنقيب والجمهور وشعبة الاقاع وانا كنت تقريبا ايم وحصلت مشدات ما كنتش احب تحصل من اساسه لا في وجودي فقط ولا عدم وجودي والكلام ده او المشد اللي حصلت ما بين حسن شاكوش وسعيد الارتست اللي هو المطبلاتي او اللي هو الاقاع او مسؤول عن الاقاع داخل النقابة ده كموضوع حلقتنا النهاردة بخصوص استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارفنا بالاشتراك في القناة تظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة